السلام عليكم انا نسلم بكم في فيديو دين بناء على طلب بعض اصدقائنا المتابعين ازاي لو عندنا قطعة خشب مش مستوي من الاتجاهين ازاي نزبط جنب واحد فيها او اتجاه واحد بحيس نقدر نستخدمها من شهر الطاولة ونقصها بكل سهول بنحتاج قطعة خشب طبعا حرفها مستوي تماما وبنزبط قطعتين من الخشب كده على بعض وبنبرز قطعة الخشب اللي عايزين نزبطها بشكل مستوي بالشكل ده وبعدين باستخدام التيب بنبتدي نلزق قطعتين من التيب وبنحط السوبر جلو بنلزق القطعتين في بعض طبعا في طريقة تانية بمنشار الطاولة ولكن دي اسهل للمبتدئين طبعا بعض اصدقائنا طلب الطريقة للمبتدئين فدي ان شاء الله هتكون طريقة سهلة عليهم ويقدروا ننفذها بكل سهول وبنبتدي نلزق قطعتين الخشب كده ببعض بالشكل ده وهنستخدم الريشة دي دي اسمها ريشة الغسيل للروتر الريشة دي مزيتها انها بتكون فيها بلية كده من تحت وفيه نوع تاني بيكون في بلية من فوق طبعا البلية دي بتمشي على القطعة المستوية والكستير بيأكل في الخشب بيزبطها تماما على القطعة اللي تحتها بنبتدي نزبط العمق كده وبنبتدي نشغل الراوتر كده بقى ونزبط القطعتين على بعض طبعا فيديو النهاردة فيديو بسيط ومعلومة بسيطة ولكن احد المتابعين طلبها مننا طبعا ما نقدرش نتأخر طالما في قدينا ان شاء الله نقدر نقدم الحلم وتمنى يا رب يكون الفيديو مفيد لبعض الناس تمام جدا كده عندنا قطعة الخشب مستوية تمامة من الاتجاه ده وتقدر ربا تستخدمها على منشار الطاولة وتشق الخشب على حسب المأساة اللي انت محتاجها تماني يا رب يكون الفيديو مفيد لكم وبكده يكون صنعات الفيديو ده تماني يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك تشترك معنا في القناة لو مش مشترك علشاني والصلاة كل جديد ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله